بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم السبت هو يوم أصحاب السعادة المقبلين على الزواج والمقبلين كمان على الزواج بأنهم بيجددوا زواجهم مرة تانية وعشان كده احنا النهاردة بنتكلم عن مهارات مهمة جدا جدا من مهارات السعادة الزوجية ومن مهارات كمان التوافق الزواجي النهاردة هنتكلم عن مهارة بتتعلق بينا كلنا بنتعرض لها وخاصة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يمكن ما فيش حد ينفع ان هو يقبل على الزواج او ما ينفعش حد يكون في الزواج وعايز يحافظ على زواجه إلا هو بيتعامل مع هذه المهارة عشان كل اللي بنمر بيه اللي بنمر بيه بيختلف التعامل الناس معاه من شخص إلى شخص وعشان كده من بدري اوي اوي لازم نتكلم عن المهارة دي لازم نتكلم عن المهارة دي لان الناس بتتعامل مع الاشياء بحسب فهمهم لطبيعتها وكمان منعتهم وسمودهم النفسي فالمهارة النهاردة اللي احنا هنتكلم عنها هي مهارة التعامل مع الضغوط الزواجية مهارة التعامل مع الضغوط الزواجية الضغوط زي ما بتأثر على الحالة النفسية والعقلية لنا كلنا فهي بتأثر كمان بالتبعية على علاقتنا وشغلنا اكتر شيء ممكن يهدد علاقتنا الزواجية هو طريقتنا في التعامل مع الضغوط لان اذا انت لم تتعامل مع الضغوط وانت شخص حاسس بهذا الصمود النفسي ايه لا يحصل؟ هتبصت لاقي الضغوط الزواجية دي انتشرت في كل حياتك ودمرت وكسرت مش بس التكسير بيكون للاشياء المادية لكن كمان بيكون فيه تكسير للعلاقات وعشان كده الضغوط ممكن تخليك تكسر العلاقات بتاعتك وعشان كده هل هنسمح للضغوط ان هي تتحكم فينا فنيبتدي كل واحد فينا ينفس في التاني يعني مش هينفس فقط كده في الفراغ لكن ينفس في العلاقة وينفس في الشخص التاني ولا نحاول نخلي بينا وبين بعض علاقة محاطة بالهدوء وبالراحة وبالأمل وبالنشاط وكمان بالفرح وفي البهجة احنا بنعيش حاليا فترة مليئة بالتحديات سواء داخل القصة او خارجها بس خلينا نقول كده احنا بنتكلم على المهارة دي المهارة دي بتلمس قوي في كلامنا عن مشكلات بس هي مهارة مش بتتعلق بالمشكلات هي بتتعلق بطبيعة الحياة لازم نعرف حاجة مهمة جدا 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 اهم حاجة بنقولها للمقبلين على الزوج او اهم حاجة بنقولها للشخص وهو بيعيش حياته الزوجية وهو بيجددها بنقوله عبارة مهمة اواوي ليس بالضرورة لكي تكون سعيدا ان تكون كل لحظاتك الزوجية مثالية مش بالضرورة في لحظات تحديات والتحديات على فكرة مش لازم انت تكون السبب فيها لكن في تحديات وعشان كده كتير مننا لما بيتابع الاحداث ويشعر بالحزنة ويشعر بالضغط وبيلاقي نفسه طول الوقت عصبي og متوتر اكيد ده بيزهر بينه وبين زجته او بينها وبينزجها وكمان لو اضفنا الى ده التحديات الاقتصادية واحنا بنقول ان الناس في التحديات الاقتصادية والناس في المؤثرات الخارجية بتختلف من شخص لشخص مش لازم تبقى العالم كله في تحديات اقتصادية لا احنا ممكن يكون عندنا تحدياتنا الاقتصادية وممكن يكون عندنا تحدياتنا كمان النفسية وعشان كده من أهم المؤثرات على العلاقة الزوجية اللي بيحيط بنا من المشكلات الاقتصادية أو اللي بيحيط بنا من أحداث المختلفة فالزوجة تفضل تطلب مثلا من زوجة وتتهم زوجة مثلا بالتقصير في حقوق البيت وهو يعيني الرجل البازل أقصى ما عنده والزوجة تتهم زوجته بعدها مراعاة الظروف اللي بيمر بيها وهي لازم تمسك إديها شوية وبكسرت طلباتها اللي ما بتنتهيش وما بتخلص وإن هي مش مراعية الوقت اللي احنا فيه ولا الشقة اللي هو شقيان وطول الوقت ولا هي ضغطها ودايما بتلحها ليه بالطلبات وهو للأسف مش قادر فإدارة الضغوط الزوجية لازم نتأكد إن هي مهارة حية مهارة حياة يعني مش الإنسان ينتظر لما تحصل الضغط لا ده هو لازم يتعلمها هو لازم يتعلم مهارة إدارة الضغوط في حياته كلها ولازم يتعلم مهارة إدارة والتعامل مع الضغوط الزوجية بصفة خاصة في حياته الزوجية لأنها بتساعدوا على التعامل مع التحديات والتوترات اللي يمكن تظهر في العلاقة الزوجية وعشان كده دي مهارة أنا بسميها مهارة أولية مش مهارة أزمات مهارة التعامل مع الضغوط الزوجية هي مهارة أولية والمهارة دي بتخلينا عندنا قدرة على التواصل الفعال وحل المشكلات والخلافات بطريقة صحية وتحافظ كمان على العلاقة مستقرة ومرضية وده اللي بيخلينا بنقول إن هي إن هي علاقة عافية إن دي مهارة عافية مش مهارة مرض ولا تعب ولا وجع وعشان كده هنلاقي عشان نقدر نتمثل ونقدر نكون متحققة فينا هذه المهارة محتاجين بعض المفاهيم وبعض الأشياء اللي بيسموها في العلوم استراتيجيات في إدارة الضغوط الزوجية أول حاجة أول حاجة نبتدي بقى نمسك الورقة وقلم ونكتب وراء بعض أول حاجة التواصل الفعال التواصل الواضح والصريح والمريح مهم جدا 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 مع شريك حياتك عشان ده بيخليك التواصل المريح ده اللي هو الفعال ده بيخليك قادر على الاستماع بفاعلية والتعبير عن المشاعر والاحتياجات بصدق وتجنب سوء الفهم شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يسمع السيدة عائشة ويبتحكي 11 قصة وهو سمع لها صلى الله عليه وسلم ويسمعها وهو مركز لدرجة ما ييجي اللحظة اللي المفروض يتدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتدخل حضرة النبي فيقول لها كنت لك كأبي زرع ليوم زرع فين التواصل كمان اللي بيأكد التواصل الفعال إلا أنني لا أطلقكي ده رسول الله قاعد مع القصة وعارف فين المكان المناسب وبيتفاعل معها وكمان بيتفاعل مع مشاعرها وكمان التواصل لما يكون تواصل فعال بيبقى مهم جدا جدا عشان التواصل الفعال لما تيجي ديسمع شريك حياتك أو لما يسمعك شريك حياتك هيحصل حالة من حالات التنفيس الرشيد اللي هو التنفيس إيه التنفيس المختلط بمسألة ماذا بمسألة التعاطف بمسألة الانسجام بمسألة التفهم وهو ده اللي بيخلي الشخص يقل ضغوطه وتمتص ضغوطه وعشان كده مهم جدا قبل ما ترجع بيتك تحاول قدر الإمكان إنك ما تجلبش مشاكل العمل إلى البيت وصعوباته معاك وتروح وانت معبأ بكل المشكلات ده وتعمل حاجات تساعدك على إنك تقوم بده زي ما تمارس رياضة أو تسمع حاجة لطيفة أو تمشي أو تسمع كل الأشياء أو تتذكر الزكريات اللي بتروح عنك كل دي أو تعمل تمارين نفس كل ده بيجلب عليك الهدوء ويخليك تستمع وتستمع بشكل جيد وتقرأ أفكار اللي قدامك ويا سلام بقى لو سمعت شيء من القرآن بأصوات المقرئين اللي بتحبهم أو ذكرت الله سبحانه وتعالى أو استغفرت الله ويا سلام بقى لو صليت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانا دايما كنت بحب أقول لأحبابي وهم بيعملوا تمارين نفس دي لمدة عشر مرات مثلا ياخد نفس عميق وبعدها يقول بيقول ايه الله ده هيحسسك انك بتتخلص من الضغوط كل ما تقول الله واذاك احنا لما بنسمع الأدان والشيخ محمد رفعت بيمد الألفاظ بيمد حية على الفلاح كده يجي 24 حركة تحس ان انت بترتاح فلما تعيق عشر مرات كده الله او تيجي تصلى على حضرة النبي أربع مرات بالصلاة التزيح صلك هدوء تاني حاجة في الاستراتيجيات دي في حل النزاعات بقى بشكل بناء ان انت تحاول بقدر الإمكان ان انت تتعلم كيفية التعامل مع الخلافات وازاي بطريقة صحية تقدر توصل فيها للحفاظ على علاقة قوية ايه اللي حاصل تبتعد فيها عن الانتقادات الشخصية والزعي والصراخ واللوم وده يحصل ازاي لما تركز على نفس المشكلة وتديها حكمها الطبيعي وتبحث لها عن الحلول برؤة متعددة رؤيتك مع رؤيتها او رؤيتها مع رؤيتك تقدروا تعملوا حل متعدد الرؤة وكمان مهم جدا عشان تحل النزاعات وتحل الخلافات انك تكون على قدر كبير من المصارحة بالتحديات اللي بنواجهها وازاي هنتعامل معها في الوقت وازاي هنكون صراحاء مع شركاء حياتنا عشان نقدر نتجاوز التحديات دي معا ايدينا بايدين بعض ونخلينا في حالة دايما حالة معاونة لا مش في حالة قلق ولا في حالة وسواس وعشان كده لما شريك حياتي يبقى هو مدرك حجم التحديات والمسؤوليات اللي علينا واللي احنا شايلينها مع بعض هيقدر يساعدني وهيقدر كمان يفهم هو قد ايه ممكن يخفف عني الحاجة التالتة والمهمة اللي احنا لازم نرأيها ان احنا ندعم بعض دعم شركي الحياة هو يدعمني وانا ادمعامه تقديم الدعم سواء كان عاطفي او معنوي او ديني زي الدعاء بيساعد جدا جدا على التخفيف والضغوط ودهوة يخليك تعمل ايه يخليك دايما جاهز للإستماع وتقديم كلمات التشجيع وكمان المشاركة في تحمل الاعباء والمسؤوليات وكمان ده بيذكرنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع السيدة عائشة وهي بتحكي وبتكلم زي ما ذكرنا الحداشر قصة ومش بس كده ومش بس كده كمان لما تبصها القصة دي محكيها هتلاقي حضرت النبي سمع ست صفحات على الال يعني استغرقت على الال مدة من يمكن خمستاشر ديئة ولا اكتر من كده وحضرت النبي قاعد بيسمع ومع ان عنده مشاغل كتيرة لكن شايف ان هي طب هي هتحس بان ايه ان هي اولوية من اولوياته وعشان كده اثبتت الدراسات ان الرجال اللي عندهم صبر اثناء الاستماع الى زوجاتهم هم ازواج جيدين وبينعموا بحياة هادئة وخليها من المشاكل الى حد كبير رقم اربعة لازم احافظ على العلاقة الزوجية واصنها ازاي يعني لازم اوفر وقت ووفر وقت عشان ايه عشان اصوني العلاقة ورب واعزز الروابط العطفية اللي بيني وبين زوجتي واللي بينها وبين زوجها يمكن ده هيخليني اخصص وقت وابتدي دائما ابدا يبقى عندنا ذكريات ليلية بنتكلم عن ذكرياتنا الجميلة دي مهم جدا جدا في الصيانة عشان نفتكر ان احنا مازال في قلوبنا حب ومازال في قلوبنا تماسك وكمان نعمل انشطة مشتركة بنكون بنحبها ويمكن قلت لحضراتكم ان اول لغة في كتاب لغات الحب الخامسة هي كلمات التشجيع واول حاجة اله المؤلف في كلمات التشجيع يملك اللسان قوة الحياة والموت اصح والله ونزاك رسول الله يقول ايه ان الرجل اللي اتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع الله بها درجات وان الرجل اللي اتكلم بالكلمة من سخط الله يهو بها في النار سبعين خريفة الناس كلها تقولك الكلام ده في الشغل أو في الشارع لا مع زوجتك فكلمة منك تحي زوجتك كلمة منك تحي زوجك وتنوره طريقه ويتخليه قادر يقوم ويشيله وما يحط ويستحمل كل الأعباء اللي عنده زي ما قال عبد الرحمن الشرقاوي الكلمة نور بعض الكلمات قبور ايوه صح كلمة نور بعض الكلمات قبور ولذلك من اهم صور الدعم والدعاء للأزواج بظاهر الغيب أزواج كتيرة بيشعروا بسعادة لما بيسمعوا زوجتهم بيدعولهم قال الله كان زمان ربنا يخليك لينا ربنا يسعدك ربنا يجعلك ربنا يوسعلك ربنا يديك برزقنا يوسعلك برزقنا ويجعل يومك يومك سعيد ويجعل يومك يسر ويجعل يومك مع يوم حضرة النبي حاجة كده جميلة قوي لأن ده بيفكرهم بدعوة الأم المليئة بالحنان والشافقة وتخليه حاسس بالثقة وحاسس أنه وضاهر وكذلك الزوجة بتعتبر دعوة زوجة لها أحد المكافآت الأساسية وأحد طرق التعبير عن الامتنان وينعكس عليها بالأمان وبيخفف عليها كثير من الشعور بالضغط أقول لكم حاجة ساعات الستات وهي في البيت بتقول أنا مش محتاجة منه حاجة مش محتاجة أنه يساعدني مش محتاجة يديني فلوس أنا محتاجة بس كلمة حلوة تطمن قلبي وتحسسني أن أنا عايشة في مدد ربنا سبحانه وتعالى خمس حاجة إحنا لازم نتكلم عنها إن إحنا ندير توقعاتنا وده بإن إحنا نتقبل إن لا يمكن إن تكون كل لحظة في الجواز مثالية مع فهم وقبول الاختلافات اللي بيننا بين الأزواج وتعديل التوقعات وفق الواقع ويمكن إن إحنا نقلل نقلل من التوقعات دي فتتقلل من ضغوط في حالة كده من حالات التسول العطيفة وهي التهويل في الأمور أو الأحداث أو المشاعر معنى التهويل إن أنا أميل إلى إن الأسوأ هو الذي سيحدث أو إن أضخم الأمور ولذلك أنا حاسس إن ده بيدخلنا مع كلام حضرة النبي من قال هلك الناس أرجوكم ما تهلكوش بعض بإن إنتوا تقولوا توقعات عالية فلاش كلمة الخير جاي وإن شاء الله ربنا هيكتب الخير دي أكتر حاجة بتخلي الشخص عنده أمل وعشان كده لازم ندير ضغوطنا بهذه الطريقة وعشان كده الكتير من الأبحاث اللي بتشير إلى إن التهويل من الممكن إنه يعمل إيه إنه يشكل تهديد خطير على الصحة العقلية والنفسية للشخص رقم ستة أنا لازم أهتم بالنفس لازم أهتم بصحتي صحتي العقلية وصحتي الجسدية وده كل الأبحاث بتقول إن الشخص لما يهتم بصحيته الجسدية وصحيته العقلية بيكون أكتر قدرة على التعامل مع الضغوط وخاصة الضغوط اللي بتتعلق بالعلاقات وده بيخليني قادر أحصل ده خليني أقدر أحصل على قسط كافي من النوم وأعمل التمرين بانتظام وأتأمل وأسترخي ده كله مهم جدا جدا سابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا إن ده نطلب المساعدة لما تكون الحكاية قفرت خلاص ومش قادر أطلب أتعلم أطلب المساعدة لأن بعض الأحيان الطلب المساعدة المهنية بتجون ضرورية للتغلب على الضغوط الزوجية خاصة إذا كانت النزاعات متكررة أو شديدة ومركز للإشهاد الزوج بدار الإفتاءة المساعدة جاهز جاهز عشان يساعد الناس على إنهم إزاي يتعاملون مع الضغوط الزوجية لازم نعرف إن إدارة الضغوط الزوجية جزء مهم جدا جدا من الحفاظ على العلاقة الزوجية بشكل صحي ومرضي يخلينا نقدر نتوافق ونقدر نوصل للرضى ونقدر نوصل كمان للسعادة بس ده بيتطلب مننا جهد مستمر وكل شريك من الشركاء يلتزم إنه يتغلب على التحديات وتعزز العلاقة وعشان كده أنا أقول لكم شوية إجراءات لطيفة خالص 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 تساعدكم على بداية المهارة دي أول حاجة لازم ببساطة خالص نحدد وقت كل يوم نسمع بعض لازم كل يوم نسمع بعض على الأقل نص ساعة على الأقل نص ساعة نص ساعة نسمع بعض نص ساعة نومة نتكلم لو حبيته أقول لكم خبرتنا بتقول إيه تلت ساعة للزوجة وعشر دقائق للزوج ليه أنا كده مش عشان بدي الزوجة أكتر ما تستعجلوش الرجالة ما تستعجلوش لا لأن الرجالة كلامه مولايل هيجي لو خدته 15 دقيقة وهي 15 دقيقة بعد 5 دقائق هو يعطل يبقى أنا ضريت الرجال يبقى خليه ناخد 20 دقيقة للزوجة وعشر دقائق للزوج فأي أنا سامعة واحدة بتقولي ده أنا جوزي أصلا كلامه كتير إحنا بنتكلم على الأشياء المعتادة اللي موجودة عند الناس كلها يبقى نتكلم نص ساعة على الأقل تاني حاجة لازم ببساطة خالص نتعود إن إحنا يكون لنا وقت خاص مع بعض بأن نتذك لازم فيه تمريل مهم جدا اسمه إنشاء الزكريات إنشاء الزكريات دي إيه اللي حاصل عارفة النهاردة وفتكر التاريخ ده أنا النهاردة حسيت قد إيه أنت في حياتي شيء مهم وأنا عايزك تفتكر التاريخ ده التاريخ ده أنا حسيت إن أنا مش هقدر أكمل حياتي من غيرك التاريخ ده هو التاريخ اللي أنا حس بيه بأن مصرنا واحد هنفضل مع بعض طول حياتنا والتأكيد على ده شيء مهم جدا الحاجة الحاجة التالتة كمان خلوا عندكم حصة كل يوم من الامتنان تمتنوا على شيء جيد هي كنت أنت بتدور على الألم فجيت أنت لقيتها جايبالك الألم وحطهولك في مكانها أنت هي نزلت وما ربطبتش السرير فأنت ربطبت لها السرير فهي هتمتنلك على أنك أنت الكلام ده وتقولك حبيبي أنا حس أن أنت مقدر متعبي وشكرا أوليك وأنت عارفة أن الألم ده عزيزة عليها إزاي وأنا شكرا اللي أنت جبتهولي الامتنانة عن حاجات صغيرة فعلية بتحصل في حياتنا بيصون العلاقة وده فن من فنون صيانة العلاقة وفن من فنون التخفيف عن الناس تخيل كده لما تيجي كده ومتغوطة وحسة أنها هتعمل إيه هي أنت مش واخد بالك أول حاجة بتقبلها هروح ألاقي السرير متباهزة وأنا معرفش إيه فجت لقيت السرير متأتي ده في حد حاسس بيه الحمد لله أنه في حد حاسس بيه يا سلام على الهدوء اللي يحسن ده حاسة بقد إيه أنا في حيات كتيرة صغيرة كده بتساعدني شكرا أنها حاسة أنها أنها لقيتلي الألم ده هيساعدني وخد من ده بقى كتير الامتنان ده بيخليك دايما حاسس الاتصالات بقى المفاجأة كل واحد مش تتصل بيه تقول له انت فين ولا يوه يتصل بيك بتعملي إيه حبيبي إزايك إن شاء الله أنا حسيت أن أنا عايز أكلمك وقولك إحنا ممتنين اللي كانت في حياتنا استمر استمر كده في العمل وإنت حاسس إن احنا بنتعيلك أنا بدعيلك والله افتكرتك وبدعيلك ونقف في التليفون لنطلب حاجة ولا أي حاجة استصال في وسط اليوم يفرق كل الضغوط على الشخص ويحس إنه لسه بدل يوم من جديد يا رب يلهمنا يا رب إن احنا نكون قادرين إن احنا ندير ضغوط حياتنا الزوجية مش بس ندير ضغوطنا حياتنا الزوجية عشان نتخلص من ضغوط ولكن نخلي كل أوقات الضغوط وكل أوقات التحديات أوقات لفرص نقرب فيها من بعض من قدار ضغوطه الزوجية فتحت له أبواب السعادة بالمنح الربانية والمدد الإلهي يا رب جعلنا دوما من أهل الحكمة ومن أهل الرشد يا رب العالمين يا أكرم الأكرم هنطلع لفاصل ونرجع تاني عشان نستقبل أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه وأسئلتكم مباركة وتفضل مجالس العلم مفتوحة وتجعلنا مذكورين في الملأ الأعلى إن شاء الله عند مولانا ويمدنا بمدد ويفقنا إلى ما يحب ويرضاه ويجعلنا دائما محل نظر يا رب العالمين يبقى يا سادة إحنا معاكم وبنسمع أسئلتكم كلها وبنكون معاكم في تواصل على الدوام ونسمع أول سؤال من السيدة أم أبراهيم سيدة أم أبراهيم سلام عليكم زكرة بنت الشيخ نعم أو فضل الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويديدك من علم وفضله يا رب يا رب العالمين ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة وكل عام وانت بخير إن شاء الله وحضرتك بخير وطيب وبسلام كنت عايزة أسأل حضرتك أنا كنت عاملة عملية وقعدت على صحتي يوم ما بصليش كل الفروض طيب فعايزة أصلي الفروض دي بس مش عارفة كيفية صلاة الفجر إزاي كده في القضاء ليها سنة ولا منها السنة وصلاة المغرب برضو ليها سنة ولا منها السنة أولا خلينا نقضي 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 الفرائد اللي عندنا لأننا ما عندناش قضاء للنوافر خلينا نقضي الفرائد اللي عندنا ونصلي مع كل صلاة صلاة قدرنا نصلي أكتر من كده ما فيش منع نصلي مع كل صلاة صلاة دي بتريحنا لما يكون الصلوات كتيرة هنقدر نصلي الصلوات او ممكن يكون مع كل صلاة صلاتين مفيش مشاكل ليه طيب في حد يقول لي طب ليه ما نصليس مع كل صلاة صلاة عشان يكون وقتها دخل لا هو كل الصلوات اللي فاتت بتاعة العشر ايام اصبحت واجبة وفي الذمة ولان احنا كنا مرضى الله سبحانه وتعالى لان يحاسبنا على مسألة فوات الصلوات لكن نعمل ايه بقى نصلي كل ما نستطيعه من الصلوات حتى لو كانت في غير وقتها حتى لو كانت في غير وقتها يعني انا مثلا صليت اربع صلوات صليت من الدهر للعصر صليت دهر وعصر ومغرب وعشة اه مفيش مانا ليه لينكون اللي الصلوات دي مكتوبة في زمتي طيب لأ تقيل علي وانا مش قادرة لسه جاي لسه مريضة ومش قادرة اصلي مع كل صلاة صلاة اذا كنت انا قادرة اعمل كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اكتب لك الخير يا سيدة ام ابراهيم وان شاء الله ربنا يجمع لك بين تمام الاجر والعافية يا رب العالمين معانا السيدة ام محمد ام مجيزة السلام عليكم اتفضلي يا سيدة محمد اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم عندي سؤالين فضلت الشيخة اتفضلي يا فاندي دلوقتي انا كنت متجوزة شخصي اكبر مني في السن وكنا عايشين كواس جدا وانفصلنا عن بعدينا وطبعا جي بعد فترة احبي يردني تاني فحبي تعرف اذا كانت جوز ولا لا اسألته قال لي لا ما تجوزش بعديه كي فجيت بعد كده اكتشفت بعد ما روحت اللي هو متجوز طبعا انا انا رفضة موضوع الدورة دي خالص فطبعا سألته طب انت موطلش ليه وكده قال لي اللحظة انا ما كنت عايزة اردك وكده وعشان كده داريت عليك فطبعا هو دلوقتي خليف من الست اللي هو متجوزة بعد ما انا اطلقت دي ساعة ما الطفل ده مجا وفي مشاكل بينا جامدة فين اسوال ايه فين سؤالك يا استاذ المحمد سؤالي دلوقتي هو بيقول لي اه انت كده هي المظلومة على اساس اللي هو ايه هي عشب بتأهلها وهو عاش معينا بس هو بيجي هي المظلومة ليه او بيقعد معاك تول الوقت هو قعد معاها هو طبعا كان متفق معاها اللي هي هتعيش بتأهلها ماشي فهي دلوقتي عشب بتأهلها وهما متفقين على كده لكن هو ما انتفقش معايا وقال لي انا متجوز هو خب علي فين سؤالك ضيب اي زيارة من اللي مطروف فين انت هو بيقول الك هيب اتقعد معاك في نفس البيت لا اه بس معاملته معي انا غير معاملته معي هي خالص يعني ايه معاملته معايا غير معاملتك معايا يعني معاملته معاملته هو دلوقتي معايا هي كاملة متكاملة لكن معاملتي يعني بيبات عندك ولا ما بيباتش بيبات في البيت بس هو بيبيات بس يعني هو بيبات عندك في البيت اه طيب فين سؤالك بقى سؤالي هو دلوقتي ممتنع خالص عن علاقته الزوجيه معايا كويس ده سؤال اجاوب اعرف اجاوب عليها اجاوب على ده اه مفيش اي علاقة بيني وبينه خالص انا اجاوب على ده نه السؤال الثاني قبل كده حطرت بنا مشكلة وبيقول أنت حلفتي اللي أنت ما جيش جنبها خاص أنا مش فاكرة الحلفان ده نهائي طيب أنت عايزة تقودي إيه حكم الحلفان اللي أنت حلفتي ده أنا مش فاكرة أصلا حاضر عقول لك أنا عقول لك يا جاوبك جواب على السؤال الأولاني السؤال الأولاني بتقودي أنه ما جيش جنبك خالص حرام العلاقة الزوجية العلاقة الخاصة حق للزوجة زي ما هي حق للزوج هي مش حق للزوج بس هي حق للزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فهي لا حق في هذا الأمر هي لا حق في العلاقة الخاصة وهي لا حق أن هي تعف وعدم قرب الزوج للزوجة ده نوع من أنواع الفتنة ونوع من أنواع الأزى ونوع من أنواع الظلم ده ظلم أو ظلم فليتق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أنه يعمل كده طيب السؤال الثاني حديق سألتي بتقولي أنا دلوقتي عندي في مسألة الحياة الزوجية بينكم خلاص احنا قلنا أنه يجب عليه أنه هو يساوي بينكم في مسألة المبيت ويساوي كمان بينكم في مسألة العلاقة الخاصة السيدة محمد بتقول أنها وكأننا ندخل في الإلاء أنها حلفة لا تقرب زوجها ولا الحلفان ده ولا ليه حاجة غير مراد من رب العباد أنه لو أني كان بينهم علاقة خاصة وهي دي تلكيكا بالمناسبة هو أخونا بيتلكك بيقولها أنت حلفتي خلاص وأنا مش عايزة وأعلك حلفانك ليه يا سيدي وأعلا حلفانها تطعمه عشرة مساكين لو كانت حلفت لو كانت حلفت فأنت حضيك ما تهتمش بحلفانها خالص حلفانها مش هيتوقف عليها أي حاج خالص وعليها أني هي ببساطة خالص إذا كانت حلفت تطعم عشرة مساكين فما تتعلقش بحلفانها ده أستاذ النهران أهل وسائل بحضرتك تفضلي الله يفعلهم حضرتك أعمل سيدي بقول لحضرتك أنا والدتي سائلة واضع من الرجل اليمين والرجل السمال سائلة المشت كل نعم فهي دلوقتي ما بطيجي ما بطارش تصلي يعني استجاه الصلاة بتاحها في سوايا بيتغير ليه بيتغير عشان هي عشان هي بتصلي هي ووقفة لا هي بتصلي هي قاعدة طيب لاستجاه الصلاة بتاحها شوية يبقى مثلا على الإبنة عشان إحنا قاعدين في قضة غفية آه ماشي فهي السرير بتاحها مش معدولة على وجهة الصلاة فشوية تصلي يعني فيه سوايا تصلي عكس وشوية تصلي على الإبنة لازم ما تصليش العكس لكن لو صلت قدامها قدامها خمسة أربعين درجة يمين وخمسة أربعين درجة شمال ما تصليش عكس الإبنة ما تصليش عكس الإبنة بدل هي قادرة تصلي في اتجاه الإبنة لكن ما فيش مانع ما حدش يقول لها أصلا أنت منحرفت عن الإبنة يعني شوية لا هي لها أن هي تبقى هتستقبل الإبنة لأن إحنا بنوجه شطر الوجه يبقى إيه اللي حاصل يبقى عندنا خمسة أربعين درجة يمين وخمسة أربعين درجة شمال الناس اللي كانوا بيغيروا الإبلاد في المساجد وكانوا بيوسوسوا الناس في صلاتهم عشان إيه القبلة إلى اليمين قليلا ويبقى لا ونتخانق على أن هي قليلا لا مباشرة هي عندنا خمسة أربعين درجة يمين وخمسة أربعين درجة شمال وعشان كده أهم حاجة ما تستدبرش القبلة ولها أن هي تصلي حتى لو كان عندنا خمسة أربعين درجة بحسب ما يتناسب مع مرضها وإن شاء الله ربنا يجمع لها بينها تمام الأجر والعافية وإلى لها الأجزاء اللي رأى الأجزاء اللي حصل بتراها ديت إن شاء الله سبقتها إلى الجنة ربنا يكتب لها تمام الأجر والعافية يا رب السيدة أم ياسمين تتفضل على أم سائل خير مسائل نور يا سيدة أم ياسمين تفضلي أم ياسين مع حضرتك يا شيخ أم ياسين أه يا شيخ هستأذنك بس يا شيخ أنا الزوجة الثالثة في حياة جوزي تمام رقم ثلاثة الزوجة الثالثة يعني تلت زواج ولا الزوجة رقم ثلاثة على زمته أنا الزوجة رقم ثلاثة أنا الزوجة رقم ثلاثة طيب يعني هو هم تجاوز اتنين معاك دلوقتي اتنين قبلي بس انفصلوا طيب يبقى أنت الزوجة رقم ثلاثة بمعنى أنت تلت جوازة آه يا فندم ليه طيب تفضلي أنا عارف المقدمة دي آه يا فندم أستأذنك دلوقتي أنا جوزي بيصرف على الأولى وعلى التانية ما عنديش مشكلة على أولاده وبيدخلهم مدارس دولية ما فيش أي مشكلة الزوجة رقم اتنين واخد لها شقة إيجار وبيصرف على أكلها وشربها وعلى أكل بنته وشربه ومدرستها وما عنديش مشكلة بس الزوجة رقم اتنين دي يا شيخ بتطلع على التيك توك لايفات وبشعرها ومدخنة ممكن تسأليني سؤال لو سمحت يا سيدة أمو ياسين أنا بقول حضرتك حياتنا متعسرة ماديا هل من الحلال أن هو يصرف على ست مدخنة لايفاتك توك وبشعرها خلاص أجاوبك يا أمو ياسين ولا حلال اللي أنا فيه مين أولى بيته أولى ولا ست غريبة أجاوبك يا أمو ياسين أمو ياسين أنت جاوستيه عارفة أنه عنده أولاد من الزوجة الأولى والزوجة التانية هو في الحقيقة التعبير الصحيح في بعض الأحيين أنه هو بيصرف على أولاده ومش بيصرف على زوجاته السابقات إذا كان هو بيصرف على أولاده فهو بيصرف على أولاده لو كانوا في سن الحضانة فهو بيصرف على أولاده هو لو كان صرفه على أولاده بنفس الطريقة اللي انت بتقولي عليها دي دوما خد لها شاء أجار لو كان هو يعني من أغنغ الزوجة التانية انت عايزها يرمي الزوجة التانية دي لأن الزوجة التانية دي انت خايفة ان هي تحلف عينيه فعايزها ما يصرفش على عياله لا هو بيصرف اذا كان بيصرف على عياله ومدخل الأولاد من الزواج الأول والزواج التاني مدارس دولية والسؤال امتى حضرتك تتكلمه وتزعالي لو كان أولادك مش في مدارس دولية لكن لو هو مدخل أولادك منتو الثلاثة في مدارس دولية خلاص هو بيعمل لي عليه أما بقى ان انت عايزها ما يصرفش خالص على البيت التاني يعني ما يصرفش على أولاده وأكيد أولاده هتلاقيهم بيشتكوا من انه هو ما بيصرفش عليهم هو ببساطة خالص لو كان بيصرف على أولاده انت ملكيش حق ان انت تلومي وخاصة لو كان بيصرف على أولادك زي ما بيصرف على لأن في الحقيقة الأولاد التلاتة متسويين في وجوب النفق عليهم لو كانوا في زمن وجوب النفق فالوجوب النفق على التلاتة دول دواجب عليه ولزايك أنا بأنصحك بإيه بقى أنا خلاص قلتلك الفاتوة هل يجوز انه هو ينفق على واحدة لا بس هو بينفق عليها ولا بينفق على الأولاد فإذا كان بينفق على الأولاد آه دواجب عليه مش هو بينفق عليها هي كنها النهية لما بينفق على أولادها بترتاح هي بقى آه بس هو بينفق على أولاده كنوا مؤجر شقة فهي قاعدة مع أولادها عشان بترعاهم آه دواجب كنها بقى ما بترعاهمهمش هي تروح تبقى سمة بقى لو إن هي بسكنها مع الأولاد وما بترعاهمش وسايباهم في حالة عدم تربية رشيدة آه دي تحاسب أمام الله سبحانه وتعالى لكن سكنتها معاها باعتبارها حاضنة وباعتبارها بتساعد الأولاد ده ده حقه خلاص يبقى إذا كان الوصف ده كده خلاص انت بتقولي إحنا متعسرين متعسرين ليه لو كان التعسر ده بسبب إن انت مش حاسة إن انت مرتاحة في حياتك لأنه بينفق على بيوت تانية فده وتواجب عليه لكن لو انت متعسرين لأنه هو في الحقيقة بيميز البيوت التانية عن بيتك آه لا هو ده اللي احنا ممكن نتكلم عليه إن ده تبقى ظلم وعدم عدل إنه بينفق على الأولاده أكتر من بينفق عليك وعلى أولادك آه ده يبقى عدم العدل فحكم ده إيه؟ حرام لكن لو كان المشكلة إن إحنا عندنا أولاد كتار مع زوجة فالفلوس مش بكفية طبعا مش هتكفي فنعمل إيه؟ ما فيش مانع إن إحنا نعدل طريقة النفقة في الثلاث بيوت نعدل طريقة النفقة في الثلاث بيوت هو ده الفعل الرشيد وهو ده اللي يبقى يجعل زوجك يقوم بواجبه تجاه ما أوجبه الله عليه من نفقة على الأولاد والزوجة أستاذ ناهد تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام راح أطلاقاته أستاذ ناهد الله يخليك والله يا سيد نتيخنا عندي سؤال عن انقرض البنوك طيب أنا عندي بس أنا عندي طلب إن حالك توطي التلفزيون طب حاضر والله يا سيد نتيخنا عندي سؤال عن انقرض البنوك بس فضال يا أستاذ ناهد أستاذ ليه حاجة ناهد الله يخليك بس يا سيد نتيخ بنتي عندها عربية وهي مشى العربية كويس وكل حاجة بس هي عايزة بيحها قبل ما عرضها الافتلادي يخلص وتاخد قرض من البنك وتشتري عربية جديدة فأنا كنت سمعت إن القرض لازم يكون لحاجة ملحة يعني وحاجة ضرورية هل كده القرض ده يبقى كويس ولا مزبوط هجاوب عليك يا حاجة ناهد أولا حاجة ناهد في طريقتين الأمر ده في طريقة ما فيهاش أي نوع من أنواع الشبهات ولا أي خلاف إن البنك يعمل إيه يمول شراء العربية يمول شراء العربية يعني إيه ده اسمه تمويل بس هو مش تمويل في الحقيقة إن البنك يبيع لها العربية ويعمل لها إيه ويعمل لها نوع من أنواع الحزر ده اسمه بيع بالتقسيط يعني ده اسمه بيع بالتقسيط ليه لإن البنك بيع لها عربية بتكون بتكون إن هو إيه خدت من البنك العربية ولذلك البنك بيعمل لها حزر غاية ما تسدد له إيه وقصات العربية كلها واحد يقول لي بس البنك ما عندهوش أجانس عربيات ده بيروح يقولها استلم العربية من فلاني بفلاني بالأجانس ده بنعتبره نوع من أنواع زيه زي المخازن بتاع البنك فيبدا نوع من أنواع البيع بالتقسيط فيه طريقة تانية إن البنك يعطيها المال ليعطيها المال وهو بيعطيها السبب في أعطاء هذا المال ومش أقول قارد إن هو بيقرضها يكتب لشراء سيارة لشراء سيارة تحول ده إلى تمويل والتمويل ما لوجه دعوة بالقارد لأن دهوة ما هوش قارد ده نوع من أنواع التمويل والتمويل عندنا بيبقى في ثلاث حاجات إما التمويل في شراء السلع أو التمويل في الخدمات أو التمويل في المشروعات فهو كده مول شراء هذه السيارة فسواء اتعاملت بالطريقة الأولانية أو اتعاملت بالطريقة التانية فيجوش شراء السيارة بهذه الطريقة يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا عن مهارة مهمة جدا في بيوتنا مهارة لازم يتعلمها المقبلين على الزواج في أول حياته ولازم يبقوا عارفين إحنا مش بنبشر عليهم ناس يقولوا أنت هتبشروا على الناس إن هم هيقع بينهم خلاف وإن هم هيتنزعوا وإن هم يمثلوا ضغوطها على بعض ما حصلش كده لكن احنا قلنا عبارة مهمة جدا 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 إن الاتزان بيقتضي إن احنا نعرف إن مش كل لحظات الحياة الزوجية هي لحظات مثالية فيه ضغوط مش لازم يكون الزوج أو الزوجة اللي بيمارسوها على بعض فيه ضغوط مجتمع فيه ضغوط أحداث فيه ضغوط الحياة كلها وعشان كده إيه اللي حاصل لازم عندنا مهارة إدارة الضغوط الزوجية كل ما تكلمنا مع بعض وكل ما امتنينا لبعض وكل ما كل واحد فينا كان مركز مع التاني وكل ما كل واحد فينا بيسمع التاني بصدر واسع وكان معاه وكان بيقدم له خدمات بسيطة في الحياة الزوجية هو يحس إن فيه حد بظهره يحس لحد بيدعمه ولو رجعنا الاستراتيجيات اللي قلناها لو رجعنا كل المفاهيم اللي احنا قلناها مع الإجراءات اللي احنا قلناها أظن المهارة دي هتبقى مهارة أساسية من مهارات في حياتنا الزوجية ونعيش في سعادة وننتقل من التوافق إلى الرضا إلى السعادة واحنا ماشيين مع أنوار القرآن الكريم وأنوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يا رب متعنا دائما بالرشد واجعلنا دائما في نورك يا رب العالمين وفي مددك وكل واحد فينا يكون باب كبير للراحة وتكون البيوت روضة من روضات مددك ورحمتك وفضلك ومودتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل بيوتنا راحة وسكينة وطمؤننة في كل وقت وحي